وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون أطيب سمك مشوي رح أعمل معكم اليوم سمك الفلاة ورح أعمل جنبو البطاطا المشوية بالإضافة لسلطة الربيان بتمنى كثير إن الفيديو اليوم يعجبكم تابعوا معي وتعاني شوف طريقة العمل أول إشي هون رح نحضر مع بعض للبطاطا استخدمت هون البطاطا الصغيرة غسلتها كثير منيح بعدها قطعت بالنص وهلا هون رح أسلكها على ميت السلك هون رح أحط معلق صغيرة من الملح طبعا رح أترك البطاطا حتى تستوي وأول ما تستوي عندي بشيلها من المي بحطها بمصفاي حتى تتصفى تماما من المي بهاي الفترة هون رح أحضر لخلطة البطاطا رح نحتاج ثلاث ملاقق أكبار من زيت الزيتون رح نحتاج هون معلقة صغيرة من البابريكا ربع معلقة صغيرة من الكوركم عشان تعطي اللون الذهب الحلو للبطاطا نص معلقة صغيرة من الأورغان والريحان نص معلقة صغيرة من الحصوبان طبعا هون استخدمت الحصوبان المطحون ورح أستخدم كمان هون الفلفل الأسود مشكل آخر إشي أكيد ما تنسوا الملح بخلطهم كثير منيح طبعا بالنسبة لتتبيلة البطاطا ممكن تحطوا النكهات اللي انتو بتحبوها بس هذولة أطيب النكهات اللي ممكن تستخدموهم مع البطاطا رح أستخدم هون صنية مفروشة برق زبدة ورح أنزل التتبيلة ورح أقلب البطاطا كثير منيح بالتتبيلة هون رح أعمل خطوة إضافية إذا ما حبيتم ممكن تستغنوا عنها بس بتعطي تحميرها حلوة للبطاطا كل حبة بطاطا هون رح أهرسها طبعا هرسة خفيفة حتى توصل النكهة كل ياتها لجول البطاطا هيك عندي طبعا الصنية جاهزة هلو هون رح أدخلها الفرن من تحت على درجة حرارة 200 أول ما أشوفه أخذت معي لون ذهبي بشغل الشوايا من فوق بهاي الفترة رح أحذر للسمك زي ما احكت لكم السمك الرح أستخدم اليوم هو السمك الفلا طبعا نظفته كثير منيح بالليمون و شوي من الملح تركته منقوع و حطيته بالمصفاي حتى يتصفى عندي تماما من الماء رح أحذر هون لتتبيلة رح نحتاج معلقة صغيرة من البابريكا رح نحتاج كمان هنا معلقة صغيرة من الأوريغانا والريحان معلقة صغيرة من قشور البصل والثوم ربع معلقة صغيرة من الكركم عشان تعطي اللون الذهبي الحلو سأستخدم معلقة صغيرة من البابريكا الخشنة معلقة صغيرة من الكمون وأي نوع بحارات سمك متوفرة عندكم وأكيد لا تنسوا الملح والفلفل الأسود هلو هنا بخلطهم سأحل بحارات بعصير الليمون تقريبا هنا ثلاث ملاعق كبار وأكيد لا تحتاجوا أكثر لا تحتاجوا أكثر من أربع أو خمس ملاعق هنا نزلت ثلاث ملاعق كبار من زيت الزيتون ومعلقة صغيرة من السوم المهروس كمية السمك اللي استخدمتها تقريبا 2 كيلو من سمك الفلاء خلطهم كثير منيح وهلا هنا كل قطعة سمك طبعا رح أدهنها كثير منيح في التتبيلة رح أترك السمك وما نقوا في التتبيلة تقريبا مدة نص ساعة وبعدها رح أدخل الفرن هنا على الوجه رجعت حطية كمية من زيت الزيتون صيني عندي هيك جاهزة بدخلها فرن طبعا لازم يكون حامي على درجة حرارة 200 من تحت بعدها بشغل الشوايا من فوق هلا هنا رح أحضر لسلطة الربيان رح أحضر معكم للربيان رح نحتاج 50 جرام من زبدة طبعا لبهارات رح أستخدمها هون بهارات السمك أي نوع متوفر عندكم رح أستخدم هون ربع معلقة صغيرة من البابريكا رح أستخدم نص معلقة صغيرة من الأوريقانا والريحان بالإضافة للفلفل الأسود بخلطهم هلا هنا رح أنزل الربيان طبعا الربيان طريقتكم بتنظيف الربيان ممكن تستخدموا الفرش أو المجمد أنا هون استخدمت الفرش صفيته كثير منيح من الماء بعدها نزلتوا فوق الزبدة طبعا هون الأفضل تحطوا ثوم في البداية بس أنا نسيت بقلبهم شوي أول ما أشوف عندي الربيان بلش يستويه رح أطفي بعصير الليمون ورح أحط هون كمان الكزبر الخضرة كمية منيحة بتعطي نكهة كثير طيبة طبعا ما تطولوا على الربيان في الطبخ أنا تقريبا هون كانت الخطوات ورا بعض ممكن أخذ خمس دقاق أو ست دقاق الربيان عندي هيك جاهز بخليه على جنب التطبيلي هون رح نحتاج نصف كاس من زيت الزيتون ربع كاس من عصير الليمون ورح نحتاج كمان هون معلقة صغيرة من الثوم المهروز بالإضافة إلى أربع ملاقق كبار من الكزبرة وأكيد ما تنسوا الملح والفلفل الأسود هلا هون باستخدام الهراسة رح أطحنهم كثير منيح مع بعض في حال مش متوفرة ممكن تستخدموا الفررامة بس المهم إنها تكون الفررامة بتطحن عندكم كثير منيح وفي حال ما حبيتوا تطحنوهم برجع لكم بس النكهة الأطيب إن كنت تطحنوهم مع بعض بالنسبة للسلطة هون رح نحتاج أكيد الجرجير الكمية التقديرية بالنسبة للتقطيع قطاته تقطيع خشنة رح أستخدم كمان هون الخاس نفس الشي قطاته تقطيع خشنة ورح نحتاج كمان هون البندورة الكرزية أنا قطاتها إربع في حال مش متوفرة ممكن تستخدم البندورة عادية وتقطعوها تقطيع خشنة رح أستخدم هون البصل الأفضل إن يكون معكم شرائح رفيعة وتفتحوه عن بعض ورح أستخدم كمان هون الأفوغادو إذا حبيتوا تستغنوا عنه برجع لكم بس هو بيعتنكها كثير طيبة مع الربيان آخر إشي هون رح نزل الربيان بالنسبة للربيان طبعا عنا هون لازم يكون بارد فعشان هيك بتعملوا أول شي وبتتركوه يبرد بعدها بتحطوه فوق السلطة طبعا وقت التقديم رح هنزين بلي درسينج وممكن يتخلوا كمية على جنب اللي بيحب يزيد كمية أكثر طبعا ما شاء الله هاي السلطة من السلطات اللازم تجربوها كثير طيبة وكثير شهية وما تخافوا ما في أبدا لا الزنخة هيك عندي طبعا البطاطا أول ما طلعتها من الفرن إذا حبيتوا التحميرة تكون أكثر أكيد برجع لكم وهيك عندي كمان السمك أول ما طلعته زي ما حكت لكم خلاته على درجة حرارة 200 من تحت وأول ما تحمر عندي من تحت على طول شغلت الشواية من فوق طبعا هون على طول شلته من الصينية وحطته بصحون التقديم وهلا هون رح أطفيه بالليمون والزبدة كمية الليمون اللي استخدمته هون هي 60 مل رح أترك الليمون هون يغلب وبعديها رح أنزل قطع الزبدة بنسبة لكمية الزبدة هون استخدمت 150 جرام بتنزلوهم قطعة قطعة حتى تاخدوا قوام كثيف للصوص اللي إحنا رح نعمله طبعا هون بعد ما ذو بعندي الزبدة الأفضل يكون عندنا الغاز على الواطي آخر إشي بحط رشة من الكزبرة وعلى طول بشيلوا عن الغاز وبنزلوا فوق السمك ما شاء الله ريحته ونكحته هيك عندي طبعا السلطة السلطة هاي طيبة إن كنت قدموها باردة وزي ما حكيت لكم فيه أشياء إذا مش متوفرة عنكم مثل الأفوغادو ممكن تستغنوا عنه مثل الخاز كمان ممكن إن كنت تستغنوا عنه هيك عندي السمك طبعا نكحته جدا شهية في حال ما حبيتوا تستخدموا الفلي أكيد ممكن تستخدموا السمك العادي بالنسبة للتتبيلة وتعملوا نفس الخطوات وهاي وصفتنا لليوم بتمنى إنها عجبتكم بتمنى كمان إن الفيديو عجبكم إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفات ما تنسوا دعم قناتي الاشتراك فيها تفايد زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي ترجمة نانسي قنقر